أثارت تصريحات الأمير هاري أزمة في بريطانيا بعد زعمه بأنه قتل 25 شخصا من عناصر حركة طالبان أثناء خدمته في أفغانستان فيما حذر القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان الحركة من استغلال هذه التصريحات عسكريون بريطانيون اتهموا الأمير هاري بخيانة الجيش وتعريض الجنود والجمهور للعام للخطر فهل تسبب دوق ساكس مرة أخرى في أزمة للعائلة المالكة؟ ليست الملكية البريطانية في عهدة شارز الثالث في وارد أي جدل آخر لكن مذكرات للأمير هاري تجاوزت بمن كشف من تفاصيلها المثيرة شقاق الإخوة وفصول تخلي دوق ساكس وزوجته عن الألقاب والمهام الملكية بل إن هاري متهم اليوم من أوساط بريطانية بأنه خان جيش بلاده وعرض الجنود البريطانيين للخطر حين قرر الخوض في تفاصيل دقيقة عن فترة خدمة عسكرية خارجية من بين أكثر التفاصيل المثيرة للجدل في كتاب هاري حدثه عن تجربته في الجيش وخدمته في أفغانستان لقد تحدث عن ذلك من قبل لكن ليس بالتفاصيل ذاتها لقد اعتبر كثيرون أنه ليس من الحكمة ووصف القتلى بأنهم قطع على رقعة الشدرانج وهذا في الواقع قد يعرض هاري إلى مخاطر أمنية ففي كتابه المثير للجدل الاحتياطي يروي الأمير المتمرد أحداثا من فترتين خدمته في أفغانستان الأولى بين عامي 2007 و2008 عندما كان مسؤول تحكم جوي متقدم والثانية في 2012 عندما كان مساعد طيار مسؤولا عن توجيه النيران على متن طائرات أباتشي هجومية حينها وجد نفسه كما قال وسط لهيب المعركة فبدت الأهداف بالنسبة إليه قطع شطرنج وليست بشرا على حد تعبيره واسترسل هاري في وصفه المثير لفترة خدمته في أفغانستان بالاعتراف بأنه كان ينظر إلى قتلاه الخمسة والعشرين من مسلحي طالبان على أنهم أشرار تم القضاء عليهم قبل أن يتمكنوا من قتل الأخيار وعلق هاري على عدد القتلى بأنه لا يجلب له الرضا لكنه لا يحرجه على الأقل فورا علقت السلطات في أفغانستان بوصف تصريحات هاري بأنها نموذج مصغر للتجربة المؤلمة التي عاشها الأفغان على أيدي القوات الغربية واستنكرت أن يمر كل ذلك من دون مساءلة آثر قصر باكينجهام الصمت تجاه الأمر وردت وزارة الدفاع البريطانية بأنها لا تعلق على أي تفاصيل عملياتية لدواع أمنية كما لم يصدر أي تعليق عن ممثلي هاري بعد الضجة التي أحدثتها بعض فصول سيرته الذاتية فللجدل ربما بقية معنا من لندن المسؤول السابق في النيتو وفي وزارة الدفاع البريطانية نيكولاس وليمز أهلا بك سيد نيكولاس وليمز يترى كيف يمكن للجيش البريطاني الآن معالجة هذا الإحراج الذي تسبب فيها الأمير هاري بقوله وإعلانه صراحة بأنه قتل أفرادا في أفغانستان طبعا هذا أمر غير عادي وأنا لم أسمع من قبل إعلانا رسميا عن أي جندي أو مثلا عن عدد الذين قتلهم ولكن أعتقد أننا إذا عدنا إلى كلمات الكلمات المذكورة في الكتاب فأعتقد بأنه أرد أن يكون صريحا دوق ساسكس الأمير هاري وقال حين كنت في خضم النيران والطراب المعركة فذلك ما فكرت فيه ولا أعتقد بأن هذا إحراج بالنسبة إلى الجيش لأن الجيش لديه قوانين صارمة وأيضا بشأن المعركة والقتال ولكن أظن بأنه إحراج لدوق ساسكس الأمير هاري ولكن الإشكالية هم قادة طالبان الآن يبدو بأنهم غير راضين تماما على ما تم التصريح به من قبل هاري ويبدو بأن هناك تهديدا أمنيا ليس فقط للأمير هاري بل يمكن أيضا أن ينصب على قوات الجيش البريطاني في أي مكان في العالم كيف يمكن حصر ذلك سيد ويليامز التهديدات كما تسمينها طبعا هي منتشرة كثيرا وطبعا هي ليست نتيجة لكلمات الأمير هاري وأعتقد أن طالبان الذين قتلوا من الأفغان أكثر من الذين قتلتهم قوات التحالف في أفغانستان عليهم أن ينظروا في ضمائرهم وفي أفعالهم السابقة وحتى الآن فهم يقمعون الأفغان إلى اليوم ولكن نعم التهديد ضد الجيش البريطاني دائما موجود حين يكون منتشرا وهذا خطر معروف وهذا خطر دائما طبعا تأخذه في عين الاعتبار قيادة الجيش ودائما تنجح في محافظة على أرواح الجنود ولكن ما هو التعامل العسكري عادة مع أي شخص عمل في الجيش البريطاني يعلن صراحة عن عدد من قتلهم بهذا الشكل العلني إنه ليس في الجيش الآن ولكنه عمل في الجيش لكنه عمل في الجيش أنا كنت واضحة في سؤالي سيد نيكولاس وليمز لكنه عامل في الجيش وكان مسؤولا في طائرة هليكوبتر على عمليات محددة ولكن ما فعله هاري فيما يخص القتال لم يكن خطأا وكانت قد سمحت به الأمم المتحدة وفي إطار قوانين الاشتباك الطالبان كانوا يهاجمون وهو قتل من بين آخرين في مهمات قتالية 25 شخصا أعتقد بأن طبعا لا أحد يريد أن يقتل أشخاصا وهذا يمثل إحراجا حتى ولو كانوا من طالبان وهو اعترف بذلك سيد وليم يبدو أنك لم تفهم سؤالي بشكل جيد لم أتحدث عن العملية العسكرية التي هي في إطار طبعا حرب لا يمكن مناقشتها أنا أتحدث عن إعلان أي جندي في أي معركة عن أنه قتل شخصا أو مجموعة من الأشخاص قلت بأن أمرا كهذا غير اعتيادي في بداية هذا الحوار ما الإجراء الممكن هنا؟ الإجراءات التي يمكن اتخاذها لو أنه قتل أشخاصا أو أن جنود قتلوا أشخاصا بطريقة غير مشروعة فهناك إجراءات قانونية ولكن لو كان فقط يذكر حقائق فليس هناك إجراءات باستثناء ربما أن يخزى أو من قبل مثلا بأن هذا شيء مخزي بالنسبة لرجل مثله شكرا سيد نيكوليس وليمز المسؤول السابق في النيتو وفي وزارة الدفاع البريطانية شكرا جزيلا شكرا